قبر إصابة فلدة كبدها بالسرطان نزل عليها كالصاعقة في الوهلة الأولى لكن سرعان ما بدأت هذه الأم في التأقلم مع الوضع بكل إيمان وتفاؤل ولأن الحالة النفسية تؤثر على مدى استجابة الجسم للعلاج كان من الضروري توفير الدعم العاطفي من الأسرة على مدار فترة العلاج مما ساعدت طفلة ويام على تخطي هذه التجربة المريرة بنجاح أول مرة سأسمعوا في بنتي سارحة تخلعت ولكن الحمد لله دوزنا معهم معاناية مرة نبكيوا مرة نضحكوا مرة ناكلوا مرة ناكلوا مرة ناكلوا الحمد لله وقد طبوا الصارحة وقد طبوا دزنا فيهم الحمد لله وهذا بها الحمد لله يتشافات ولكن الرجيم ماكلت الزقار لأنهم طلب الأمهات ما يعطيوهاش لولادهم ماكلت الضار أحسن حاجة والحمد لله دوزنا بنتي تشافات ولدت نضير على الكونترون دوزنا شهرين دوزنا بعتوني تلتشهرة دوزنا بعتوني تلتشهرة معاناة الأطفال مع السرطان قد تكون أشد قسوة على الآباء فألم العلاج يتقاسمه أهل المصاب معه بل قد يعانون أكثر منه في صمت رحلة العلاج لم تكن هيينة بعض تفاصيلها المؤلمة تحكيها لنا وآم اليوم العالمي لسرطان الأطفال فرصة لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض الخبيط والتوعية بمخاطره المتعددة فضلا عن دعم الأطفال المصابين والناجين منهم وتحسين إمكانية حصولهم على العلاج والرعاية الطبية كما يعتبر هذا اليوم تذكيرا بأهمية التشخيص المبكر لسرطان لتعزيز استجابة الأطفال للعلاج والرفع من معدل الشفاء